اهلا بيكو اعزائي الطالب وطالبات الصف السالس سنوي القسم العلم شبط الرياضيات النهذا نتكلم على بعض الأسئلة الشائعة اللي انتوا بتبع تهنة وبتبقى موجودة وبتحاول بتبقى فيها فكرة بسيط بنحاول بقدر الامكان هنا نوصلها لكم بالطريقة مبسطة وتعالوا بصوا معانا نشوف السؤال ده بيقول ايه معدل المستقيم المرر بالنقطتين اتنين سالب اتنين واربعة واثنين وسبعة وسالب اتنين وخمسة هي سين زائد اتنين على التلاتة بيساوي صاد نقص اربعة على سالب اتنين بيساوي عين نقص اتنين على الواحد او رقم بيه سين على سبعة وساد على سالب اتنين وعين على خمسة او رقم جيم سين نقص اتنين بيساوي صاد على اربعة بيساوي عين على اتنين ورقم ده للأخيرة سين نقص واحد على واحد وسين نقص اتنين على التلاتة وساد زائد واحد على الواحد طب نجي نبص هو عمل اختار اختار ايه اختار سين نقص زائد اتنين على التلاتة بيساوي صاد نقص اربعة على سالب اتنين بيساوي عين نقص اتنين على الواحد طه هو اختارها كده؟ لا لازم نيجي نبص مع بعض هو اختارها ليه؟ لها شوية حاجات كده حاجات بسيطة قواعد بسيطة لازم نبقى احنا عارفينها لان الهندسة الفراغية جزء كبير جدا جدا لازم نبقى فاهمينه ويزد لان فراغية فراغية لازم نفكر فيها كويس فبيجي يقولك هنا ايه؟ هنا طبعا لازم اجيب المتجه اللي هو قالب بيه يبقى يسوي به ناقص يا ناقص ألف لما نجي نطرح به ناقص ألف فبيديني هنا التسعة وسالب ستة وتلاتة احنا قلنا يا جماعة لما يكون عند متجه فيه ارقام كبيرة اقدر اختصرها اختصرها لو عرفت التلات السيني والصاد والعين عرفت ان انا ابصتهم واحنا قلنا هي الموضوع هو تبسيط لما نبص الجزء من المسألة بسهل عليك باقي المسألة وبتبقى بالنسبة لك ارقام صغيرة وبسيطة وحلوة فهو قال ليه كم؟ لما جينا عملنا اللي هو المتجه قالب به به ناقص ألف كانت تسعة وسالب ستة وتلاتة الله طمان تسعة والستة اقباله رحت انا اسم على التلاتة طلعتلي تلاتة وسالب اتنين واحد اصبح المتجه عنده هين هين اللي هو كان تسعة وسالب ستة وتلاتة اصبح تلاتة وسالب اتنين واحد طب لو انت فاكر لو انت هتعود على طول العاود لو انت مش فاكر المعادلة بتاعتنا اللي هي بتقولك سين زائد سين واحد على ألف بيسوي صاد زائد صاد واحد على بي بيسوي عين زائد عين واحد على الجين كتب القعدة دي وبدأت تعوض كهنابه جميل وساعة الواحد بيبقى عارفها مش لازم يكتبها فبقوله هنا إيه بقى إذن إيه يبقى سين زائد إيه اتنين على التتقى أنا ما نساش اللي هي سين واحد وصيد واحد وإيه وعين واحد اللي هي عبارة عنه نقطة الأولى اللي هي موجودة في المثال ما أنا جبت المتاجه لكن أنا عندي المثال فبقوله سين زائد اتنين على التلاتة بيساوي صاد نقص أربعة على السالب اتنين بيساوي عين نقص اتنين على الواحد دي بقى أنا اخترت ليه ألف على هذا الأساس على هذا النمط لإحنا جيبنا المتاجه وعرفت إن أما أحب أجيب المتاجه اللي بقى شوف القعدة بتاعتي اللي هي القعدة بتقول إيه بتقول لك سين نقص سين واحد على الألف بيساوي صاد نقص صاد واحد على البي بيساوي عين نقص عين واحد على الجيم طب الألف والبي والجيم ده المتاجه وسين واحد وصاد واحد وعين واحد دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها عشان نحب نجيب معادل مستقيم بمعلومة المتجة والنقطة بتاعته. ده برضو السؤال مهم جدا ونازم نبقى فاهمين. ويحور فيه محورش. لما يكون فاهم السؤال ما بتفرقش معايا بقى التحويلة بقى لان انا فاهم. مش حافظ حاجة. لان طبعا موضوع الحفظ ده خلاص خرج من دماغ ده من زمان. فبنبقى فاهمين. فبالتالي ما فاهم اعرف اجيب اه لما اجمعات خط المستقيم معلومة نقطة المتجة. طب هو ما دانيش المتجة. انا جبت المتجة. جبته. قالب به اللي هو بيسوي ايه. فجبته اللي بيعبارة ان به نقص الف. كملت انا بعد كده. وعارف القاعد ايه الصورة بتاعت المعادل المستقيم عارفها كويس. كتبتها وروحت معاوض راح طالع معايا الاجابة. على هذا الاساس هو اختار الاجابة. اللي هي سين زياد اتنين على التلاتة. بيساوي صاد نقص اربعة على سالب اتنين. بيساوي عين نقص اتنين على الواحد. طب تعالي نشوف المثال اللي بعده بيقول ايه. برض ما شغال برضه في النمط ده. الله ده مثال بيقولك اذا كان المستقيمان المستقيم الاول بيساوي سين بيساوي اتنين كاف واحد نقص واحد. صاد بيساوي كاف واحد زائد واحد. عين بيساوي كاف واحد نقص واحد. المستقيم التاني. احنا قولنا مستقيم اقول كاف واحد. نقوله عم مستقيم التاني كاف اتنين. يبقى سين بتسوي ألف كاف اتنين ناقص واحد. وصاد بتسوي اتنين كاف اتنين زائد واحد. وعين بتسوي به كاف اتنين ناقص واحد. متوازيان متوازي. فإن ألف زائد البه بتسوي ايه. هل اتنين ولا ستة ولا أربعة ولا سالب اتنين. طب نيجي نبص مع بعضك. ده اختار ستة. طب اختار ستة يجمعنا الأرقام واخترنا 6 لا لها قاعدة لها شرط ايه؟ شرط التوازي ما ننسهاش فطبعا هنا شرط التوازي ايه؟ عشان المستقيم الأول يسوي المستقيم التاني يبقى لازم تقول ايه ان gol 1 على gol 2 بيسوي به 1 على gol 2 بيسوي Ju 1 على gol 2 فنيجي نبص كده 2 على الالف بيسوي 1 على 2 بيسوي 1 على الب دمين؟ انا خدتها من المعادلات البرامترية. اعمل خط بينهم كده. هتيطلع لك هنا. اتنين على الالف. بالساوي اللي هي الواحد بتاعة الكافة على ايه? اتنين. بالساوي واحد بتاعة على قلبه. جميلة. هنا ما دانوا الصورة دية. انا بقى خلاص انا عندي مين عايز الاف زاد به? ايه راك لو احنا ضربنا طرفين فوسطين. يبقى اتنين اتنين في اتنين بيساوي اربعة بيساوي الاف. يبقى الاف بيساوي الاف. الالف على جنب بيساوي اربعة. ناخد النسبة التانية والتالت نضرب طرفين فيها فوسطين. يبقى البيه بيساوي اتنين. يبقى انا جبت الالف باربعة وجبت البيه باتنين. هو عايز ايه? عايز الف زايد يا زايد البه. اه. يبقى اربعة زي اتنين بيساوي ستة. يبقى على هذه الاساسة انا اخترت الرقم او بيه اللي هي بيساوي ستة. يبقى اذا هنا هنا جاب ليه? ما جاب ليش المعادلة العام ولا جاب للصورة الإحداثية لا ده جاب لك المعادلات البرامترية عرفت منها أجيب شرط التوازي اللي هو بيه شرط التوازي اللي هو بيقول لك ألف واحد على ألف اتنين يساوي به واحد على بيه اتنين يساوي جيم واحد على جيم اتنين عارفين ألف وبيه هو جيم؟ ده بتاعة المتاجة لما جيت أقل لك اتنين على الألف بالساوي واحد على الاتنين بالساوي ألف واحد على البيه خلاص أخضي النسبة لقول له نسبة تانية اضرب طرفين فوسطين. يديني الالف. بالسوى اربعة. ااخد نسبة تانية ونسبة التالية اضرب فوسطين فوسطين. لما تضرب طرفين فوسطين في النسبة التانية اطلع لك بكم باتنين. يبقى انت عندك الالف باربعة وعندك البه بالساوي اتنين. هو عايز ايه? عايز الف زاد البه. يبقلو اربعة زاد اتنين بتساوي ستة. على هزا النمط هو اختار ستة بهزا الاسلوب هزي القاعدة اللي احنا عارفينها وفاهمينها كويس. برضو بيجي لنا برضو سؤال تاني. نفس الحاجات ديت. بيقول هنا اذا كان برضو هنا. سين زاد اتنين على سالب واحد. بيساوي صاد زاد تلاتة على تلاتة. بيساوي عين زاد خمسة على الاتنين. عموديا على المستقيم ده بتاعنا لو اسين على الاتنين. بيساوي صاد نقص خمسة على الكاف. بيساوي عين نقص ستة على الميم. فان كاف. تلاتة كاف زاد اتنين ميم بتساوي ايه? ما ننساش. هناك كان شرط التوازن هنا بتكلم على شرط التعامل. فلازم نبعارفين الحاجات دي كويس. اختار هو كان مختار اتنين. اختار اتنين خد اتنين كده? لا. لها قاعدة. لما اكون انا عارف. فاهم شرط التوازن. وبقى عرف ارسيمهم. شرط توازن شرط التعامل. يبقى الاول. بتاع المستقيم الاول. اللي هو بيساوي واحد وتلاتة سلب واحد وتلاتة وااتنين. وعند المتجة هي اتنين. اللي بيساوي اتنين وكاف فوق مين. هنا شرط التعامل. يبقى هيه واحد ضرب قياس هيه اتنين بيساوي صفر. ما ننساش ده شرط التعامل هيه واحد ضرب قياس هيه اتنين بالساوي بالساوي الصفر هناك فرق ضرب القياس والضرب الاتجاه انا بتكلم بقول ضرب قياس وهذه النقطة علامة الضرب القياسي اه اشوف انا هي واحد بالساوي ايه قال له هي واحد بالساوي سالب واحد وثلاثة واثنين طب ضرب القياسي بهي اتنين طب هي اتنين بالساوي قال له اتنين وكافوة ومين ضربتهم طبعا وكلنا عارفين الضرب ايه القياسي الاول في الاول زال الثاني في الثاني زال الثالث في الثالث جميلة وجميلة وحلوة وظرفة وكلنا من ما عارفينها لان دي بسيط يار الضرب الاتجاهي عشان بس لما نيجي الضرب الاتجاهي هيبقى فيه شوية حاجات تاج يبقى ازا هستسوي سالب 2 زائد 3 كاف زائد 2 من بيستسوي صفر طب سالب 2 في الطرف هنا من ما يجبها في الطرف الايصر قال له يبقى ازا 3 كاف زائد 2 من بيستسوي 2 وعلى هذا الحل اخترت انا بيستسوي 2 يبقى ازا ما فرق ما بين شرط التوازي وما بين شرط التعامل شرط التوازي اه 1 1 على 1 2 بيستسوي به واحدة على بيت بيستسوي جيم واحدة على جيم اتنين وهتقابن على فكرة فيما بعد في الاسئلة اللي انت بتبعته هنة هتقابن الصور اللي انا هقولها دياتي وهطلع مش توازي ولا تعامل بس هتطلع منه حاجات كتير اللي هي الناس بتتخلفن فيها وجفاها شك في المسائل دي لكن هنا ده شرط التعامل عرفته هيه واحد ضرب بقياس هي 2 بيستسوي صفر طب هيه واحدة انا جبتها من المستقيم الاول اللي هي سالب 1 و 3 و 2 طب هيه اتنين انا جبتها من المستقيم التاني اللي هي 2 و كاف و مين ضربت هي واحد في 2 و سواتهم بالصفر طلعت لي سالب 2 زائد 3 كاف زائد 2 مين بيستسوي صفر على سلسل انتنا عارفين ضرب القياسة يعني جات كده لا هي انت عارف ودرستها كتير حتى لو كتبناها بتبقى خطوة زيادة لكن انت ممكن تعملها شافور بتقول له هنا سالب 1 في 2 و 3 في كاف و 2 في مين و تجمع اصبح السالب 2 زائد 3 كاف زائد 2 بيستسوي صفر لكن هو قالك 3 كاف زائد 2 بيستسوي ايه رحت انا جاب الاتنين من طرف الايصر من الايمن للايصر طلعت باتنين يبقى اصبحت على اهسر الاساس انا اخترت اتنين برضو فيه سؤال تاني اللي اللي هو برضو ايه ده حلو ده مش محتاج حتى مش محتاج تكتب فيه ده انت تبقى عارفه كويس جدا بيقولي المثال فيه الفرق سلاس ابعاد الفرق سلاس احنا الولادة منتكلم في سين وصاد وهنا اطول حتى لو ماش سلاس الابعاد يعني حتى لو كتاب عطوة تبقى انت عارفه بس هنا عشان خطر هنا قالك 3 صد زائد 40 بيستسوي صفر تمثل اه طب هنا فيه سين هو قال لي سلاس الابعاد طب هنا فيه سين ما فيه سين طب هل هل مستوى يحول محور عين ولا مستوى يحول محور سين ولا مستوى يحول محور صاد ولا مستوى ينسب اتجاهه صفر وثلاثة واربعة طبعا هنا على طول سين مش موجود قال ليس يبقى يحول محور سين طب طب لو قال لنا لو كان شال السين وشال صاد وحط صين يبقى تكلم عن محور صاد طب لو كان شال العين وحط صين وصاد يبقى المحور عين يبقى اذا المثال ده عشان خطر بسيط وحلو ونبقى فاهمينه كويس ممكن يجيب تلات شو. ممكن يقولك ايه مستوى على المحور سين. وممكن على المحور سين وممكن على المحور عين. ونفس المثال بس هيغير. لا يجيب صاد وعين يبقى سين. يجيب سين وصاد يبقى عين. يجيب سين وعين يبقى صاد. يبقى ازا المثال ده برضو مش عاشي خطره انه على طول محور سين. بقى صغير وبسيط لا. ده ممكن يجيب على تلات حاجات. وممكن يجيبه بالشرط الرابع اللي هو مستقيم له نسب التجاهل لو اتكلم زود فيه شوية حاجة. يبقى اذا السؤال ده يجب اكتر من طريقة. اللي هو ثلاثة صاد زائد ارباع عين. خلاص. انا مدام ما ذكرش السين على طول سين. ممكن نقولك ثلاثة سين زائد ارباع عين. يبقى نتكلم على المحور صاد. ممكن نقولك ثلاثة صاد زائد اتنين سين. يبقى المحور عين. ده برضو الاسئلة اللي هي بتبقى متدولة والواحد ايه بيبقى سهلة بس مش عارف يختارها. هل سين ولا صاد ولا يعني نقولك تمام موجود في الصاد. لا. دي الاسئلة اللي احنا بنتكلم فيها اللي بتبقى دايما عندك فيها ايه? الاجابات اكتر من اجابة في السؤال. يعني تبقى الاجابات قريبة جدا من بعض. لكن احنا بنقولك اهو. لما قالك ثلاثة صاد زائد اربعين. اه مش موجودة السين. يبقى مستوى يحوى المحور السين. على طول. ده بصد في السؤال اللي بعد كده. برضو سؤال بتلاقي سؤال حلو. ازا قطع المستوى سين على اربعة زائد على اتنين زائد عين. على اتنين بيتسوى. محاول احداسيات. في النق. الف هو به هو جيم. النقطة. في النمسحة المسلس. اتناشر. رقم به عشرة. جيم ستة. ده الاربعة. طب نيجي نبص مع بعض كده. اه ده اختار ستة. طب على ايه اختار ستة. السؤال ده حلو. ده اللي هو معادة المستقيم بمعلومة محاول الاحداسيات. وان كان بيبقى فيه شوية شغل. بس بيبقى معروف. شغل متدرج وعارفينه. لما واحد لما يكون ذاكر الدرس ده. وحارفه وفهمه كويس. فبالتالي ممكن يكتب كتير. ما اختلفناش. بس تلاقي الكلام يعني متدرج وسهل وحلو وسلس. لكن سؤال برضو بيسئل كتير وبيبعتلينا كتير على السؤال ده برضو. يعني مش معنى كده ان هو سهل. لا. بيتبعت. ناس بتبعته. ناس بتقابله. وبشوف الحد. فطبعا هنا. لان ده انا محاول الاحداسيات. عند النقطة الف اللي هي سين. يبقى اربعة وصفر وصفر. عند النقطة به اللي هي صاد. يبقى صفر واثنين وصفر. عنده النقطة جيم اللي هي عين. يبقى صفر وصفر واثنين. لين؟ من المعادلة نفسها. لانه قالك سين على اربعة. زي الصاد على الاتنين. زي عين على الاتنين بالسواح. جبتها. يبقى عشان اجيب مساحة المسلس لازم اجيب. قالب به والف جيم. الله. طب احنا فاكين نجيب قالب به. ده احنا اخدناه في اول حاجة قالب به. المتاجة قالب به يبقى به نقص قالب. المتاجة قالب جيم يبقى جيم نقص قالب. يبقى اذا انا بعارف. لما يقول له متاجة قالب ب انت عندك قالب وعندك قالبه وعندك قالبه وعندك قالب جيم. ابقى انا عارف اختار قالب به واختار قالب جيم. يبقى لينجي انما نختار قالب به يبقى طبعا النقطة انا نقطة النقطة الاولى يبقى هتساوي ايه? هنقول له سالب اربعة واثنين وصفر. طب نختار النقطة ايه? الالف جيم ببقى جيم نقص الالف. الجيم اللي هي طبعا صفر وصفر واثنين والالف اللي هي صفر وسالب اثنين وصفر. لما جينا عملناهم طلعت لنا هنا برضو هيساوي السالب اربعة وصفر واثنين. طبعا نيجي نبص مع بعض كده. معايا. ده حلو. حد يفاكر انا عندي مساحة المسلس. بالسوى قالب به فالف جيم ضرب اتجاهي. بس هي بالسوى. لما هجيب كده ده بنساحة شكله مربع. لكن بقى انا هجيب كده هجيب ضعف مساحة المسلس. لما اقول له قالب به فالف جيم ضرب اتجاهي. غير الضرب القياس. خليكوا فاكرين معايا. ضرب اتجاهي. يبقى ده هتساوي ضعف مساحة المسلس. يبقى اجيبها وبعد ما اجيبها اسيمها على اثنين. يبقى هنا السينو والصاد وعين زي ما اتفقنا. الالف به سالب اربعة واثنين وصفر والالف جيم سالب اربعة وصفر واثنين. فاكرين حال انتوا زي نفك المحدد. جميلة. على المحور السينو والمحور الصادو والمحور. طبعا هنا السيني طبعا لما نجي نبصها يسوي اتنين في اتنين باربع نقص الصفر يسوي اربعة. طبعا المحور الصادي هتبقى هنا اتنين فاربعة بالسالب ودي صفر. اه دي الصاد اصلا لما لما نعرف شغلوط المحدد اصلا الصاد بالسالب. يبقى سالب في سالب وطلعلك بموجب تمن. انت ممكن اللي واحد ممكن يعملها يزود خطوطين بس انا عايز مساحة المسلس فممكن اختصر مش هيقولي. ممكن اختصر بقت اربعة وبقت اتنين. طبعا هنا لما نيجي نتكلم على في الحالة دي اقدر اجيب انا هنا. طبعا هنا نكملها مع بعض كده. هتسوي هنا اربعة. سين بتسوي اربعة والصاد بتسوي. هتطلع لنا. وناخد العين. اه العين هنا. العين هتسوي كام? سالب تمانية برضو. سالب سالب اطلعلك بموجب تمانية. يبقى لما نيجي نحب نجيبهم كلهم تحت الجزر. هتطلع لنا مية اربعة واربعين. المية اربعة واربعين تحت تطلع باتناشر. يبقى مساحة ضعف مساحة المثلث بساو كام? بساو اتناشر? بالقل حسبة. على فكرة ما تعملشي شغل بتاعنا كده. بالقل حسبة. يبقى ازا هنا لان اربعة وتمانية وتمانية هيطلع لك مية اربعة واربعين جزرها بساو اتناشر. دي مساحة ضعف المثلث. يبقى مساحة المثلث هنقول اتناشر على اتنين. بساو ستة. بقى هو على هاسا الاساس اختار السدة. فنخلي بقى انا من الجزئية ديت. وبرده ده سؤال بينتشر كتير وبيجي كتير وناس بتسأل في كتير. مع انه بيبقى بسيط. لكن بتلف فيه. زي ما قلنا فيه حاجات بتبقى حاجات صغيرة كده قريبا من بعض. فالواحد مع مساحة المثلث ازاي? وده اعتبر شكل. هل هو مسلث? ولا هرم سلاسي منتظم? ما انا ما اعرفش. لكن اعز مساحة اعز مساحة الوجه بتاع المساحة المثلث. يبقى بقى عارف انا اجيب قلب به والف جيم. يبقى قلب به ضربة الف جيم اتجاهي بيساوي ضعف مساحة المثلث. ونخلي بقى نفرق ما بين الضربة الاتجاهة والضربة ايه? القياسة. ده بقى السهل وبسيط على طول مش مهد. لكن ضربة اتجاه بعمله على هيئة محدد. فبنقول سين. وطبعا انت عارفين المحدد الصغير طرفين في ايه? القطرة اسناقص الفرقي. نحل نجيبنا قيمة السين. في اتجاه سيني. ونجيب في اتجاه الصدق ونجيب في عاز مساحة. يبقى تربع الاوزة تربع التنزل تربع التنزل تربع التنزل طلعت مية اربعة واربعين تحت الجزر. روح تاني جاب جزرها. طلعت باثناشر. بس الاثناشر دي ضعف مساحة مين? المثلث. لكن هو كان طلب مين? ما طلبش ضعف مساحة المثلث. قالك هات مساحة المثلث. يبقى زي ما اتفانى اربعة وثلاثة وسالب خمسة. والنقطة التانية سالب اتنين وواحد وسالب تماني. هل ستة واثنين وتلاثة? ولا به اتنين واربعة وسالب اتناشر? ولا جيم ستة على السبعة واثنين على السبعة وتلاثة على السبعة? ولا دال واحد على الاثنين وجزر تلاثة على الاثنين وصفر? طب نيجي نبص كده. ده اختار رقم جيم ستة على السبعة واثنين على السبعة وثلاثة على السبعة طيب نيجي نشوف اختارهم ازاي يعني هو قاعد يجمع وطرق لا لها قاعد ولها ظوف ولها شوات حاجات كده أساسياتنا بعارفين عشي خاطر نجيب الحد أول حاجة أجيب المتجهة بتاعي المتجهة قلب يبقى إذا أنا هستوي آه ده بيتكرر كتير جدا آه بحفظته على عرفته بقى قلب به ببقى به نقص ألف يبقى جات معي بيه باللي هي بالسالب ستة والسالب اتنين والسالب ثلاثة على طول قلبه لي بيهنا أسالف قلنا لما يكون عندي حاكة دون عايزة ببطة لو أرقام لو عرفتها أقود عام المشترك أقود عام المشترك طيب هنا خدنا خدنا السالب عام المشترك تخيل آه لو كانت الأرقام اللي هي ستة واثنين والثلاثة يقبالوا على لقم كنت أخدته لأنه ببسط المسألة ببسطها لي بطلح يقولك طلع مينة شوات الشوائب بتوحى كده عشان تبقى ايه المتجة بتاعي جاي جاهز للشغل بتاعها بعد كده لأنه بجي المتجة عشان أشتغل فبالتالي هنا لما قال لي هنا سالب ستة وسالب اتنين وسالب ثلاثة أنا هماشي السالب معايا لا ما أنا حاخد السالب عام المشترك يبقى أصبح المتجة بتاعي هنا بيساوي ستة واثنين وثلاثة أجيب معياره ليه أجيب معياره لأن المتجة هي بيساوي المتجة على معياره طبعا أنا ممكن أجيب معياره لوحده وممكن أشتغل على طول يعني أقول له هيكا متجة بيساوي المتجة على مين على المعيار برضو في خطوة واحدة لكن هنا جيبنا المتجة عشان برضو ايه نعرفها برضو عشان خاطر ناس اللي مش عارفة تجيب المعيار ايه بتنسا تفتكره يبقى التربع الأول زي تربع التنزل يعني ربع السين والصات تربعه والعين تربعين ربعهم تحت الجز طلعت بتسعة واربعين طلعت بسبعة يبقى أنا عندي هنا المعيار بسبعة طب المتجة بتاعك اه المتجة اللي هو ستة واثنين وثلاثة اه يبقى المتجة ستة واثنين وثلاثة على المعيار معيار بسبعة واحد يقول لك كده وممكن طب هو مش جيبها كده لا يبقى أنا قوله ستة على السبعة واثنين على السبعة وثلاثة على السبعة ده هذا هو المتجة الجيوب تمامي اللي اتجاهها للمستقيم لو انا طلعت كده لو انا مش واسق من الكلام اللي انا طلعت لازم اقوله سين تربيع زغصات تابع زغصات تنبيع زغصات تنبيع زغصات تنبيع تخيل يعني انت ممكن بعد ما تجيبها تيبقى مش مش راجبة في دماغ ممكن تكون لان ساعة الواحد بيبقى ايه جاب المسألة وشكك فيها لا ده انا بقولك هيه كمتاج ده متاجة واحدة اللي متاجة على معياره لو انا جيبته ومش واسق فيه اربع يبقى سين تربيع زغصات تربيع زغصات تنبيع زغد عين تربيع لازم تسولوا الواحد ايه الصحيح بكلامه صح وان كان الواحد من جيبها من بداية بتبقى سهلة وثالثة وحلوة ومواسق فيها لكن انا بقولك اذا ما كنتش واسق في المسألة اذا كان عندك شك اذا مثلا دخلت معلومة جوة معلومة وخلفين تلاء ده معروف متاجة واحدة ايه معنى متاجة يبقى كلام صح يبقى على هذا الاساس اخترنا ستة على سبعة واثنين على سبعة وثلاثة على سبعة برضو فيه سؤال تاني حلو لو جينا بصانا مع بعض كده حلو برضو عم بيكلمه مرهات متاجة تمام ومرهات الزوايا يعني مثلا السؤال ده الاسئلة اللي انت بتجبوها بتبقى دايما ايه قريبة جدا من بعض يعني ممكن بها صعب بس الاسئلة قريبة جدا من بعض ممكن نختلف فيها فاحنا بنبسطها لكم بالطريقة صغيرة كده وبطريقة بسيطة بصوا في المثال ده بقول لك كيسة الزوا بين المستقيم سين نقص واحد على الاثنين يساوي صاد نقص اثنين على الواحد يساوي عين زائد ثلاثة على سالب اثنين والمستوى السين زائد صاد زائد اربعة بيساوي صفر خلي بالنا هنا ان عايز اجيب الزوا بين مستقيم ومستوى وليس بين مستوين وليس بين مستقيمين فدي فيها حتة صغيرة بس نيجي نبص مع بعض قالك هل هي بسيطة صفر ولا تلاتين ولا خمسة واربعين ولا تسعين نبص مع بعض كده ده اختار خمسة واربعين طب على اع börjar استاقار خمسة واربعين نشوف لازم يكونوا عارفين القاعدة وعارفين القانون قويز جدا فبييجي يقولك هنا ايه انت عندك الهيه واحد اللي هي تنين واحد وسالب اثنين وهي تنين وهي تنين لهيه واحد واحد وصفر جاتة هي بيساوي هيه واحد ضرب قياس هيه اتنين على معيار هيه واحد وفي معيار هيه اتنين دي القاعدة بتاع اتنين لو الواحد مش عارف بسرعة يروح كاتب القانون بتاعه انه جات هيه بيساوي هيه واحد كمتجه ضرب قياس هيه اتنين كمتجه على معيار هيه واحد في معيار هيه اتنين خلاص انا عندي هيه واحد اللي هزا ما قلنا تفنى باتنين وواحد وسالي باتنين وعندي هنا واحد واحد وصفر نضرب هنا لما جينا ضربنا طلعت لنا مع بعض وكلها على بعض طلعت 3 على 3 جزر 2 لأن ربعنا طبعا 4 و 1 و 4 و 1 زاد 1 طبعا شنات 3 مع 3 يبقى طلعت 1 على جزر 2 جاتاهه بساو 1 على جزر 2 جاتاهه وعيز الزاوي طبعا إما لو أنا عارفها شكرا جاتاه 1 على جزر 2 يبقى 5 و 40 طب مش عارفها معي ألاحظ بقوله شفت تان كوزاين واحد على جزر 2 طلعت لي بكان بخمسة واربعين هنا الزاوي 45 المفروض أنا بقولي أن الزاوي ما بين مستقيم ومستوى بيساوي 90 ناص الزاوي بس هنا جات على طول فأنا اخترتها فتطلع معيها صحة لكن لو جات مثلا 30 يبقى 90 ناص 30 بيساوي 60 طب لو جات 90 يبقى الساوي 0 ليه لأن بين الزاوي ما بين مستقيم ومستوى بقوله إيه 90 ناص السيتا السيتا اللي انت جدتها اللي احنا قلنا عليها هي اللي هي الزاوي طب أنا جبت الزاوي بخمسة واربعين خلاص هي التساومة مع بعض يبقى يقوله واحد الاختير بتاع يروح مختير بتاعه صح لكن لو جات غير كده هتبقى الاختير مختلف طيب ده من يكون الزاوي ما بين المستقيم ومستوى نخلي بنا لما يكون الزاوي ما بين المستقيم والمستوى بتيجي إزاي نبقى نجيب هيه واحد وهيه اتنين او البعض بيقولك ايه ممكن اقوله هيه واحد فنون واحد على مقياس او معيار هيه واحد ومعيار نون برضو مش مش هيه متجهة فانت عندك اكتر من اسلوب واكتر من طريقات خلي بالك من هذه الانواع ديه بص برضو في المثال اللي جايه ده مثال حلو وبرضو ايه ظريف وبرضو ما اعتمد على فه والواحد يخلي باله منه ومنتشر والناس بتسأل فيه بتعرفوا ازاي بقول لجميع النقطة الاتية تقع في النفس الجهة من المستوى المستوى بتاعنا اللي هو ريه فيه تلاتة سين ناس خمسة صات زائد أربع عين بتسوي سالب تل ما عادة لما اقول حاجة انا بامسك كل نقطة وبعوطها في المستقيم انا اقولها في كده مباشر كده وبعد كده انا اختار تلاقي اول اجابة طلعت معك دايما لو طلعت لما نيجي نعوض بالتلاتة باي نقطة وطلع الطرف الايمن اكبر من الطرف الايصر يبادي ايه لا مش اللي احنا عايزين فالجميع النقطة تقع في نفس الجهة اه عوض فاول نقطة تلاقي مثلا نقول له واحد في ثلاث هو اختار اول نقطة اه قال له هتسوي ايه هتقول له واحد في ثلاث هنا وسالب خمسة في اتنين وواحد فاربعة يجي الاجابة تحتك بتسوي كام هتلاقي ساوي سالب تاقي يبا لا تقع يبا هي النقطة الوحدة طلعت معك هي بسحظ ان اول نقطة تعوض طلعت معك فطلعت ايه بتسوي او اقل لو طلعت يسوي اقل يبا لا تقع خلاص يباها طلعت هنا اي نقطة بعدك وهو خلاص اختارها طلعت كده لكن ممكن اول نقطة تطلع اكبر والتاني تطلع اكبر والتالي تطلع اقل يبا اختر يبا زي ممكن اكتر اعود اكتر من تعويضة بس هنا لما جينا عوضنا فاول نقطة هيكت الاجابة او حط الاجابة في اول نقطة فطلعت معي على طول النقطة الصح اللي هي اول نقطة اللي احنا اتكلمنا فيها ده برضو سؤال جاي على الفهم وجاي على فهم انت فين تقع ولا ما تقعش فين اللي تيجي وفين اللي مديش ده بالمناسبة ممكن تعود بالاربع نقطة تيجي لنقطة الرابعة يعني طيب كتير وفي المعد بعوض شافه على بالمناسبة يعني يعني وقف كده في النقطة شافه وكده ويشوف اه اكبر اه اقل اه غات ما يوصل للناتج ويختاره لكن هو ما خلاص المثال ده جاي كان الاجابة كانت اول واحدة فاخترنا اول واحدة عوضنا فخلاص اخروحنا ما اخترناها اللي هي الاجابة بتاعتنا الصح نبصة بعد كده في المثال اللي بعد كده بيقول معادل المستوى الذي نصف الخط ايه بين النقطتين النقطة الاولى كانت 2 و 3 و 4 والنقطة التانية كانت 6 و 7 يمكن ان يتكون اه المستوى حل بالك ونصف اجيب نقطة التنصيف طب هو اختار ايه اه ده اختار سينزا قصال زادعين بتسوي نقص 15 تسوي 15 ما بتفرقش معا نقص 15 بتسوي ممكن يجيبها لك سينزا قصال زادعين بتسوي 15 برضو مفيش مشكلة طيب لو جينا بصنا مع بعض اجيب نقطة التنصيف ايه نقطة التنصيف لو جينا بص هنا بنقول سين واحد زق سين اثنين اثنين على اثنين نجيب النقطة الاولى صاد واحد زق صاد اثنين على اثنين نجيب النقطة التانية عين واحد زق عين اثنين على اثنين يبقى اذا النقطة بتاعتنا لما نجي نعملها هيطلع لنا هنا اربعة وخمسة وستة اربعة وخمسة وستة النقطة بتاعتنا طب معدد المستوى بيساوي ايه قالوا ريه في نون بيساوي نون في آلف ريه في نون النون بتاعتنا اللي هي واحد 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 والرية بتاعتنا اللي هي سين وصاد وعيد يبقى سين زا قصات زا عين بيسووا الطرف الثاني اضرب ضرب قياسي المنتجبة اللي هي واحد 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 ضرب قياسي اللي هي اربعة وخمسة وستة يبقى يديك أربعة زائد خمسة زائد ستة أنا جمعها يديك خمستاشر يبقى تقول لي هنا سين زائد صاد زائد عين بيساوي خمستاشر بس الإجابة عندي لما جاه جابها كلهم كلهم في الطرف الأي يبقى سين زائد صاد زائد العين ناقص خمستاشر بيساوي صفر يبقى هذا هو الاختيار السلميب على هذا الأساس أنا اخترت الرقم ألف إن أنا طبعا جبت نقطة تنصيف وعند المعادلة بتاعت معادلة المستوى اللي هتره في نون بيساوي نون في ألف ألف ده النقطة ونون ده المتجه بتاعنا المتجه بتاعنا بيساوي واحد واحد والنقطة الألف اللي انت جبتها لنقطة تنصيف ما تنسهاش اللي أربعة وخمسة وست لما ضربناهم طلعت أربعة زائد خمسة زائد ستة بيساوي خمستاشر يبقى أصبح السين زائد صاد زائد عين بيساوي خمستاشر بسات في الإجابات كلهم ليتهم كلهم جابهم في طرف واحد يبقى إذا سين زاد صاد زاد عين ناقص 15 بتساوي صفر ده برضو نخلي بنا من الحاجات الصغيرة ديت اللي تبقى بسيطة بس يعني بتبقى الإجابات بتاعتها ريبة من بعض زاد 15 سالب 15 طيب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا واحد واحد يبقى نخلي بنا من الأسئلة الصغيرة ديت طيب نيجي نبص في السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده اللي هو بقول لك يا قياس المحصولة ما بين المستويين هناك كان بين المستويين المستوى الأول جابه بصورة المتجهة اللي هي ره في واحد واحد واثنين بتساوي سبعة والمستوى التاني اللي هو اثنين سين ناقصات زاد عين بتساوي ستة بين المستوين هل هي تلاتين ولا خمسة واربعين ولا ستين ولا تسعين طب واختار ايه؟ ده اختار ستين طب اختار ستين ازاي؟ آه أبقى عارف هنا بقى ان القانون بتاع النجاتة سيتا او جاتة هي على حسن ما بتكتبها طبعا بين المستويين يبانون واحد ضرب قياس نون اثنين على معيير من واحد في معيير نون اثنين دي قاعدة وعارفينها من مستويين يبان انت عندك المتجهة الاولانة اللي هيعتبر ايه واحد واحد واتنين والمتجهة التانية هو عبارة عن اثنين وسالب واحد وواحد يبانا جبت كده قانون بتاع يبان جاتة هي هتيبقى نون واحد ضرب قياس نون اثنين على معيير نون واحد في معيير نون اثنين طلعت لنا طبعا بواحدة على الاثنين يبقى جاتة هي او جاتة سيتا بيساوي نص طب انا معرفش ان هي بيساوي ستين بقرد اذا معرفش بيساوي ستين عندك الطريقة اللي احنا قلنا عليها شيفت كوزاين نص يساوي نقط كومة بلاي الحزبة بقول شيفت كوزاين النقطة بتاعت حضرتك اللي هيه نص يساوي باكروح ديس على كومة عشان خاطر ممكن تكون مش في جميع الاسئلة او جميع الزوايا هيجيبها لك ايه من الزوايا الخاصة 0,45,60,90 لا ممكن يجيبها ايه تطلع اهلي من كده او اكتر من ال 45 او اكتر من ال 60 بحبة يبا ازا لما اعمل كومة هيجيبها لي بالدرجة وديها والسان والكلام ده عارفينه من اول سانة يبا لما عارفون خلاص ده ازا انا هو مش عارف ان جاتها 60 بالساوي نص مش عارفها بس تخدمها بالقال حسبة اللي اشفت كوزاين وعارفين ان الجاة بالساوي صين والجاة بالساوي كوزاين والزاة بالساوي تاني ما ننساهمش حاجات واخدينهم يقولها سانوي وتيبقى حاجات بسيطة ما كل حد ينساهم يجيبها حاجة زي كده يروح واقف ليه بقى؟ لان حاجات احنا قلنا حاجات تلكومة لازم يكون في دماغك مفيش حد يسألك فيها ولا حد هيقولها لك لكن ممكن تيجي فاذا تمون كنت تحل السؤال كله وعلى حاجة صغيرة كنت ختاها معلومة فقولها سانوي ما تطلعش معاك يبقى لازم اكون عندي المعلومة دي ما عنديش انا عندي الالة الحسبة ان الجاة كوزاين يبقى انا هجيب الزاوية مديني القيمة وهجيب الزاوية يبقى اول شفت كوزاين لكن لو ادك الزاوية عايز القيمة يبقى على طول كوزاين على طول لكن هو مديك القيمة عايز مين؟ عايز الزاوية وقوله شفت كوزاين نص يسوي كومة للتأكد بالساوي الستين الزاوية اللي احنا اخترناها يبقى على هزر اساسا اخترت اخترت الستين بالنبوص بقى السؤال اللي جاي شوف بيقول ايه السؤال بيقول المستويان اللي هو اتنين سين نقص صاد زاد اتنين عين بالساوي الثمانية والمستوى التاني اللي هو بيقول تلاتة سين زاد اربعة صاد نقص عين نقص سبعة بيساوي صفر هل المستويان دول متعمدان ولا متوازيان ولا منطبقان ولا قيزة بينهما بيساوي باي على الأربع في شوات شروط حلوين جميلة أو الحتة دي ده هو اللي السؤال ده جمعلك ملحوظة جميلة حلوة أوي أول حاجة لو أنا قلت ألف واحد على ألف اتنين بيساوي به واحد على بيه اتنين بيساوي جيم واحد على جيم اتنين بمتوازيان طيب أنا طيب طيب نشوفه المتعمدان بص معايا كده بنبص مع بعض الحتة اللي أنا هقولها دي قبل ما توصل للحل يعني تبقى عارفة عشان جات كجنة مثال ممكن نبقى عارفين لو ألف واحد على ألف اتنين بيساوي به واحد على بيه اتنين بيساوي جيم واحد على جيم اتنين بيساوي متساويين يبقى دول متوازيان لا ما حصلش يبقى زيان ما حصلش لأنا جينا بصنا في السؤال اتنين على ثلاثة ما يساويش سالب واحد على الأربع يبقى خلاص مش متوازيان وفي نفس الوقت ما ده مش متوازيان مش منطبيقان طيب يبقى لا متوازيان ولا منطبيقان أشوف أنا إيه هو شرط التعامد شرط التعامد هنا لازم أقول إن هيه واحد فيه اتنين بيساوي صفر طب هيه واحد موجودة اللي هي طبعا زيما أنت عندك اتنين وسالب واحد واتنين والجزئية التانية اللي هي هي اتنين هي اونون يعني عادي كده يبقى هساوي ثلاثة وأربعة وسالب واحد يضرب ضرب ضرب قياسي ضرب قياسي يبقى نقول له ايه اتنين في ثلاثة بستة وسالب واحد فيه فاربعة بسالب اربعة واتنين فيه سالب واحد بسالب اتنين جيت جماعتهم طلعوا بيساوي صفر يبقى دول متعمدان يبقى حتى لو أنا يعني ما اطلبش متعمدان أبقى عارف أنا هقولنا السؤال ده سؤال جميل وسؤال حلو يعني فيه خصبة كده ان عرفنا منه التطابق عرفنا منه التوازي عرفنا منه ايه التعامد وطبعا ان كان بعد كده ممكن يجيب التقطع فيما بعد ان فيش مشكلة ما ومادم احنا جيبنا طب أقنى شرط التعامد طلعت متعمدين مش أكلم مش أكمل بعد كده لكن ممكن يجب لي الاولى مثلا ممكن يقولك ده الهل متطبقان ولا متوازين يبقى خلي بالي منين الحاجات الصغيره دي 1 1 3 2 بيساوي بيه واحد على به اثنين بيساوي جيم واحد على جيم اثنين بيساوي ده الواحد على ده الاثنين اللي هي هالل ارقام الحروف اللي هيقامه المطلقة دي دول عالطيلي بقى مش منطبقان بس لا ده زاد حتة تاني مش متوازيان ومنطبقان طب مصدق ما سواش ده واحدة منهم ما سوتش خلاص يبقى خرجنا التوازي وخرجنا الطابق من اللعبة بتاعتنا خلاص يبقى اذا هنشوف شرط التعامد شرط عامد بقول لي ايه من واحد اثنين بالسوي صفر المتجه الاول في المتجه الثاني ضرب قياسي ضرب قياسي بالسوي صفر طلعوا بالسوي صفر يبقى متعمدان على طيب فلما جيت عملتهم اثنين وسالب واحد واثنين وثلاثة واربعة وسالب واحد ضرب نهم ضرب ايه ضرب قياسي طلعوا بالستة نقص اربعة نقص اثنين طلعوا بالسوي صفر يبقى المستوان متعمدان وده شرط ايه شرط التعامد طب تعمل بص في المثال اللي جايب بعد كده طول نصف قطر المقطع الدائري في الكرة سين تربيع زاد صاد تربيع زاد عين تربيع زاد اثنين صاد زاد اربعة عين بالسوي عشرين بالمستوى سين زاد اثنين صاد زاد اثنين عين بيسوي ثلاثة ها هو هل سبعة ولا جزر سبعة ولا اربعة ولا ثلاثة اه بيسوي اربعة بس على فكرة بيسوي اربعة دي مجاتش كده دي فاشوة شغل وفاشوة حاجات حلوة كتير عشان اجيب الاربعة ديت ما بتجيش كده طب انا كان ممكن اختار السبعة لا طب نيجي نبص مع بعضك اللي هو اختار ايه اللي هو اختار الاربعة اول حاجة في بعض المسائل كتير جدا رسمتها بيوفل لك كتير جدا من مين من الحل طبعا انا من معادلة الكرة عرفت اجيب المركز اللي هو طبعا ايه اللي حد فاكر سالب نص معامل سين وسالب نص معامل صاد وسالب نص معامل عين فبوص معايا كده ما فيها السينة بقى حطات السين بصفر وسالب واحد وسالب اثنين طب حد فاكر انا ما تكلم حد فاكر نقب يسوي وقال له هدنا اعارفين نقب يسوي جزل التربية لام تربية زاد كاف تربية زد أنون تربية نقص ادال نقص ادال حد المطلق وطبعا زي ما اتفأنا ان الام تربية ده معامل السين وكاف تربية ده معامل الصاد وعين و الجيم تربية ده معامل العين واحد المطلق اللي هو ده فلما جيت عملتها كده فإيه طبعا طلعت واحد وأربعة والعشرين لما جات في الطرف السالف السالب طلعت بكم بموجب يبقى أربعة زاد واحد زاد العشرين طلعت خمسة وعشرين يبقى نقل طلعت معي بخمسة يبقى أنا جيبت الجزء ده بخمسة آه ده أنا عنده ضلعين أرجع أرجع لو حد فاك لما حبنا نجيب طول العمود الساقط من نقطة على مستقيم ده ما أقطع يبقى أجيب القانون بتاعي القانون عارفين اللي هو المقياس بتاع المعادلة على معيار السين تربيع والصد تربيع والعين تربيع فطبعا هنا سين زائد اثنين صاد زائد اثنين عين نقص التالي على المعادلة آه واحد تربية زائد اربعة زائد تربية وجينا عوضنا النقط موجودة موجودة معاك النقط اللي انت جبتها اللي هي اللي هي الصفر وسالب واحد اللي هي المركز هنجيب البعد العمود ده طبعا على طول طلع البعد العمود معاك بيسوي تلاتة طب انت عندك ديب خمسة وديب ثلاثة فيس غرص تحليك المشكلة على طول وده سؤال منتشر على فكرة وهم جدا فيس غرص تربيع ده نقص تربيع ده بديك على طول خمسة تربيع نقص ثلاثة تربيع بيسوي طبعا ستاشت طلع برا جزر بيسوي أربع يبقى اذا نصف قطر المقطع بتاعنا اللي هي الجزئية دي نصف قطر المقطع المقطع هوق بيسوي بيسوي الأربع دي خلي بقى ان السؤال ده مهم جدا السؤال ده مهم ومحتاج ايه يعني بتحطي شافه كده بت يعني ما اعتقلش شافه حد يقدر يجيبها بالسرعة دي لان في اكتر من خطوة مرتبطة بخطوة يبقى اول حاجة برسمها ولو رسمتها يبقى انا عرفت التمانين في الماء من حالها ليه بقى لانا نق نق سهل قانون نق كلنا عارفينه تحت الجزر لام تربيع زاد كاف تربيع زاد جيم تربيع نقص الدال وطبعا لام والكاف والجيم اللي هو المركز بتاع الدائرة وطبعا الدال حد المطلق في المعادلة الدائرة سرعة جات معك على طول بس ناق جات معك بخمسة يبنا عندي ناق بخمسة طب انا عندي المعادلة المقطع بتاعنا ومعادلة وعندك النقط اعرف اجيب طول عمود قانون بيعارفينه كويس وده قانون ده متقد فلسانو على فكرة بالمناسبة كانوا يساولون لك ايه طول عمود استقط من النقطع المستقيم احنا على ما اقتع حين هي هي نفسك المعادلة بتاعتك على معيار الصين تربيع الصين والصد والعين طب الصين مش موجودة خلاص يبقى بمعيار ايه الصد والمعيار فطبعا الحاجة دي هو عاود بعد كده بالنقطة بتاعة المركز في الصين والصد والعين وبالقال الحزب على طول ما تعملش حتى زي ما بنعمل احنا كده انت معك على حزبه في خطوة وحتى عندك في الحزب في المقياس موجودة عندك متفاس في الآل الحزب فبتشتغل بها على طول يعني انت ممكن توفر عن اللي بيحل بايده كده خطوة تاني بالآل الحزب وتختال اجابة بتاعتك على طول فجاء تلعب باربعة بقت العملية الثالثة بقى عندك تلعب عندك تلعب بكم بثلاتة عندك تلعب ايه بخمسة يعتبر الواطر في المسلس وعندك تلعب كام بثلاتة يبقى تلعب تاني باربعة فيه سغرس بيحلنا مشاكل كتير جدا يبقى تلع الثالثة او نصف قطر المقطع بيتساوي بتاعت الجزر خمسة تربية عندنا اصطلات التربية بارطو بالآل حزب على طول طلعلك باربعة على طول وعلى هذا الاساس اخترنا الاربعة طيب نيجي نبص بعد كده في المسال اللي بعد كده مثال حلو نفس المسال السابق على فكرة بس ايه قالك بدل ما اقول له هات نصف القطر لا شوف الموضوع ده ايه انت فاهم الكلام ده ولا مش فاهم يسألك اه فاهم ولا مش فاهم انت مجيب ارقام كده وبس حفيزنا ارقام نحلها بالحفظ قالك لا بيقولك المستوى الذي معادلته اتنين سين نقص صد زائد تلاتة عين نقص خمسة بساوي صفر نقط الكرة التي معادلتها سين نقص واحد كل تربيع زائد صد زائد اتنين كل تربيع زائد عين نقص ثلاثة كل تربيع بساوي اربعة دي معادلت كرة المعادلة العامة بتاعة الكرة اه يبناء ايه نفس المثال الثامن غير في المعادلة بس سألك هل هم هل المقطع ده او المستوى بتاعنا ده هل بيمس الدائرة الكرة بتاعتنا طب هل بيقطع الدائرة الكرة برضو طب هل بيمر مركز الكرة طب ولا خارج الكرة كلها يبنى هم اديك اربع حالات يمس الكرة المستوى بتاعنا هيمس الكرة ولا هيقطع الكرة زي ما اللي فات هنا المقطع عطع الكرة في نقطة وجبنا النصف قطرها او هيمر بالمركز بالنص ولا هيبقى خارج اللعبة كلها قال لك ده ممكن تحلها وعندك ثلاث حاجة لو جات طول العمود اقل من نصف القطر بيقطع لو جات طول العمود ما بين مركز وما بين المستوى يساو نق يبعمس لو جات طول العمود بيساو صفر يبمر بالمركز لو جات طول العمود اكبر من نق اه يبقى ده خارج الدائرة يبقى شوفوا السؤال ده ممكن نقدر نفهم منه اربع حاجات اربع حالات ما بين المستوى والكرة ونفهمهم كويس مش نقول نحفظهم نفهمهم كويس عندك والكلام ده تبقى تبقى الواحد مفهوم يعني لو جاء نق هو طول العمود يبقى بيمسها لو جي نق اقل اكبر من العمود يبقى اقطع لو جي نق بيساوي العمود ده بيساوي صفر يبقى مر بالمركز لو جات نق اكبر من طول العمود يبقى ده خارج الدائرة فإنما نجينا بصنا مع بعض كده أقلق طب ليه على أساس اختار احنا شرحنا الاربع حاجات يعني على أساس اختار ليه خارج باجيب هنا نق وباجيب طول العمود ألاقي هنا ان طول العمود ده اكبر من نق طب اكبر من نق طول عمود اكبر من نق يبقى خارج الدائرة. خلاص على طول. طب لو طول عمود ده اقل منق وهكذا. يبقى نخلي بقىنا من الحتة دياتي. لان ممكن يجي يعني ممكن السؤال ده يجي على مين? على اربع حالات. يعني ممكن يجيب يغير اشكال المسألة. تيجي على اربع حالات في المسألة. ممكن يجي الاجابة بتاحتك يا مس الدائرة. الكرة. ممكن تجيب الاجابة بتاحتك يا قطع. الكرة. ممكن تجيب الاجابة بتاحتك يمر بنصف الكرة. ممكن الاجابة بتاحتك تيجي بخارج ده يطلب مطلوب من الاربع مطلوب يبا السؤال ده بيلم شوية شوية افكار حلوة ونخلي بنا منه عشان خاطر ايه عشان خاطر الاجابات الاربع ممكن يجيب لك السؤال ويكون منكز في الارقام بتاعة السؤال بتاعه على اجابة سواء ايه زي المثال اللي فات ما المثال بيقطع الكرة وازاك احنا جيبنا طول عمود طلع بكام بثلاثة وكنت جايب الناس في القطر بخامس يبقى بيقطع لكن لو خارج بتعكس بقى لو خارج تعكس بقى طول عمود غير نقى فانخلي بنا من السؤال ده محتاج شوية فهم وده برضه بيتدول كتير لبعض الاسئلة بالناس بتبعت فيه كتير وتقول يعني انا اعرفها ازاي انا بيجيب بيجيب له اربع اجابات والاربع اجابات يبقى كلهم محتار بينهم لا تبقى عارف الاربع اجابات ليه انت تختال اجابة بتاعتك نفس القاعدة اللي احنا قلناها قبل كده بنشتغل نصف نجيب نق والنرجع نجيب طول العمود ما بين مركز الكرة وما بين المستوى بتاعك وعندك الاربع حلال يساوي او يقطع او على المركز او خارج المركز ولما تجيبهم وان كان هذا السؤال ده بتبقى ارقامه يعني بس انت مش هتبقى معك فيه مشكلة ان انت بالقى الحزبة بتطلع اطول بالكس العاشري فمتبقى فيش مشكلة عندك بالنسبة لك انت لان انت كله هتشتغل انت بشغل بقى الحزبة ده بالنسبة للسؤال اللي هو سؤال مهم شوية تعالوني نبصوا على المثال اللي انتوا بعتهان هنا كده ورده اذا كان الجيوب تمام الاتجاهية واحد على جيم واحد على جيم واحد على جيم فإنه هالجيم اكبر من الصفر ولا جيم ما بين الصفر والواحد ولا جيم بنتسใชه موجب وسالب جزر ثلاثة ولا جيم بأقل من اتنى طب نجي نبص كده اه ده اختار موجب nauقب…. طب علي اي اساس اختار موجب او سالب جزر ثلاثة بص معايا القاعدة انت خدتها من الاول اول حال خدتها اني جاتة تربيح ستة في الاتجاه السين زاد جاتة تربيح ستة في الاتجاه الصاد زاد جاتة تربيح ستة في الاتجاه العيني بتسوي الواحد يعني واحد على جيم تربيع زاد واحد على جيم تربيع زاد واحد على جيم تربيع بتسوي الواحد خلق نجمع مقامات كلها واحد مقامات كلها واحد يبقى لما نجي نجمعهم يطلع لك ثلاثة على جيم تربيع بتسوي واحد طرفين فوسطين يبقى جيم تربيع بتساوي كام؟ بتساوي تلاتة بالجيم بتساوي موجبه وسالب جزر تلاتة وبكده نكون احنا انتهينا من اكبر قدر من الاسئلة اللي انت بتبعتوهننا الشائعة وبعتونا واحنا معاكو اي حاجة تبعتوها هنكون حاضرين معاكو واي فكرة احنا معاكو فيها ونفاهمها ونبسط خالكو بطريقة مبسطة اللي نلتقي في حلقة قديمة ان شاء الله موسيقى